السلام عليكم البنات كديري اللبس عليكم كنتمنى تكونوا باخير باحوال جيدة دائما يا ربي اليوم ان شاء الله غدا نحضر واحد الخبيزات او صندويتشات اللي غادين يكونوا عطبين وغدا نستعمل فيهم هاد الحبيبات يعني اختيارين ديال الزنجلان وحبيبات ديال منوار الشمس وكنتمنى اعجبوكم ان شاء الله ويمكن لكم تديروا فيهم اي حشو انتم ما كتحبوا غادين نشوفوا معايا الطريقة والمقادر وكنرح احبقى البنات اللي عندي في القناة والبنات اللي انضموا جدد وكنقول لكم ما تنسوش تضغطوا على زر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وكنتمنى ان القناة تعجبكم ويكون تفاعل اكتر اكتر ان شاء الله وكما كتلاحظو الصون تويتشات راهم جاوزوينين وشكل ديال مراكبيا وغالين دابندوزو باش نشوفو المقادر وطريقة ديال تحضير عندي 500 جرام ديال دقيق الابيض وازتعلي 100 جرام ديال دقيق الفينو والحليب حسب الخليط خاص العجينة تكون بحل العجينة الشكل ديال مخامر اللي كنتستعمله عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة والملح ومعلقة كبيرة ديال السكر سانيدة وبيضة كاملة وجوجل معلقة كبيرة ديال الزبدة وعندي 4 كاس ديال زيت زيتون وغالين دابندوزو باش نحضره العجين غدا ناخد هاد البول هادا ونوضع فيه المقادر انا قدرت الفينو لانني العجينة ما كان بغيش غير التقيق الابيض بوحده دائما كنحاول ندخل فينو ووضعت زيت الزيتون اللي ما عندوش يمكن ليكتافي غير بالزبدة كافية ووضعت الخميرة الملح وغدا نضيف سكر سانيدة مالقة كبيرة الزبدة اللي دوبتها شي شوية باش تاخد لي الحرارة ديال الغرفة اللي عندو زبدة واخدها الحرارة ديال الغرفة بلا ما يدوبها يعني يمكن يستعملها غيرها كاك تكون طريا موي ما تكون قاسحة انا جبتها من طلاجة ودوبتها غير شوية وخلي تحت بردات وغدا نخلط هاد المكونات مع بعضها ووضعت بيضة كاملة وغدا نبدأ نوضع الحليب اللي خلطته مع شوية ديال الماء دافي يعني الحليب والماء خصم يكونوا دافيين ما يكونوش باردين باش هكالعجينة ديالكم تخمر بسرعة وغدا نستعمر فعجن هاد المكونات حتى تولي عندي العجينة اللي تكون لينة متقشقها سحة تكون نرتبة وقدم ما كان العجين طري كتجي عندكم عجينة مزيانة او هاد الخبيزة يجو مزيانين وغدا نبقى نوضع الحليب غير بتدريج حتى نجمع العجينة وهدي هي العجينة ديالي من بعد اما تعجنات ودلكات غدا نخليها نغطيها ونخليها حتى تخمر انا خليصت قربين واحد نص ساعة كانت واجدة وهدا هو العجين ديالي من بعد اما خمار وحيت من الهواء اللي كان فيه غدا ندوز دابا باش نشكلوا ونقطعوا قطع اللي يكونوا بحجم تكون بحجم تساوي بنفس القياس يمكن لكم تديرهم كبار يمكن لكم تديرهم بالحجم اللي كتحبون تقومه انا دارت غير عيني ميزاني يعني كنابر غير بعيني جاني تقريبا الحجم نفسه لما نستعمل الميزان واللي بغا يستعمل الميزان ديالي المطبخ هاكا يعبر به باش يكون عنده الكوائرات يكونوا بنفس الحجم يمكن ليه وغادا نبقى نرش بطحين ونا نصيب الكوائرات كما كتلاحظوه ما كيلسقوش يعني مع ديره في زبدة وزيد زيتون يجينا ما كتلسقش وخط قطرية ما كتلسقش في ليدين والبيض يمكن ليكم تكتافيه غير بابيض البيض اللي ما بغاش يستعمل الصفار في العجين ويحتفظ بالصفار حتى يستعملو النظرة بيضة كاملة وهنا غندوزو الحبيبات اللي غادا نستعمل في هاد الخبيزة هادو عندي الزنجلان وعندي الحبوب ديل زرعة الكتان ونوار الشمس خلطين وعندي النخالة رقيقة واختيت اسفار البيض خلطته مع القليل من الحليب وزيت عليه قطرات ديو الخل وغادا نبقى نوضع فيه في هاد السغيال هادا او الحبيبات اللي فيهم تعمل زنجلان وزرعة الكتان ونوار الشمس ووضعت الخبيزة في بودور الخشخاش من بعد ما وضعتها في الأول في الخليط ديال البيض كنوضعها في بودور الخشخاش وغادا نستمر بنفس طريقة نحاول نضغط عليه مغير شوية مش بزاف غير مش ميبقوش طالعين بزاف وغادا نستمر بنفس طريقة ناخد الخبيزات ونوضعهم فدن الخالة هادي اللي كتجيزوينة يمكن لكم تكتافيو من خالة او لبزنجلان بوحدو او لتخليهم غير هاكا كيعني مش بالضرورة حتى تديرو غا هاد المكونات او لتستعملو غير سميدة هاكا اللي كتكون اللي كنديرو بها الحرشة اللي كتجيزوينة كتتفندو هاد الخبيزات فى البيض ومن بعد كتديروهم فى الخاليط ديال السميدة اللي حتى هما كيجيزوينين ومكلكم تستعملو كيما كتلكم اي خاليط مش بالضرورة هاد شي اللي عندي انا هدا غير اختياري يمكن لكم تتاخدو حاجة من هاد شي وصراحة كيجو زوينين وكيجو لداد ودرالي كي حماقوا عليهم هاكا يديهم دراسة بالنسبة السيدات اللي كيقولولي يا بغينا شي يعني هاكا وصفات الاطفال حتى هادورهم من بين الوصفات اللي كيجو زوينين واكيد غادي ينجبو ولادكم كما عجبو ولادي يعني الوليدات دائما كيقلبوا على بحالة الاشياء صندويتشات والحاجة اللي كتكون هاكا فيها قطع ديال الطماطم والدجاج او اللي كفتاء او اللا وهنا دس باش نشحر شوية ديال الجاج باش نديرو فهاد صندويتشات هادو واخديت المقلات ووضعت فيها زيت زيتون وغدا نوضع قطع ديال صدر الدجاج اللي قطعته شرائح شوية يعني رفيعة ما شير قطع شوية حجم ديال الكبير غدا نحمرهم هاكا ويمكن لكم تديروهم بحل شكل ديال ستاك عاو التاني كيجو زوينين يعني ما ترقوهمش تديرو غير ربعا ديال بياسات ولا خمسة وتديروهم في صندويتشات اللي اللي الحجم يعني العدد اللي بغيتون توما بزاف ولا شوية ديال صندويتشات وغدا نضيف القليل من الفلفل ببودرة وغدا نخلط هاد المكونات مع بعضها هاد نضيف القليل من الملح نحاولو دائما ما كتروش يعني غير شوية كافي ولا لاحظو بزاف راني كنحاول ما امكان انني نقص من توابل ما نكتروش بزاف جاج يعني راه المكونات ديالو الاساسية اللي كيحتاجها باش يجيزوين بلا ما نكترو في العطرية وهو التوم والزنجابيل اللي ضروري واساسي والفلفل الابيض او الاسود وهما يعني تلسة ديال الحويج اللي مهم من فجاج اللي صراحة ما تقدريش تديري تجاج بلا زنجابيل وبلا توم هو اللي كي يعطيه ذاك المضاق وهذاك اللدة وهنا كما لاحتو راني زد شوية ديال زنجابيل ما وضعتوش قبل وغدا نخلي هاد القطع ديال الدجاج حتى يتحمروا ويمكن لكم يعني تديروا القطع ديال الدجاج لشكل يستيك حتى او ما كيجوزوينين يعني كيبقوا في القطع اللي عراضين انا اكتفيت انني القطعم غير هاكا يعني غير الوليدات وصافي وهد صندويتشات رغماشي بالضرور حتى تتعمعهم يعني تديروا فيهم اللحوم او يمكن لكم تكتفيوا غير بالخضر كافي وهنا الخبيزات كيما كتشاهدوا راهم في الفرن وريتهم ليكم وهنا من بعد ما خرجتهم كيجي هادا هو الشكل ديالهم كيجو خفاف وصارحة ما كياخدوش بزر ديال الوقت انا معجنتم حتى الاخر اللحظة وفي هاد اليوم هادا نفسه راني در ثلاثة ديال الفيديوهات عكا كنت يعني كن نوجد للدار ديالي وفي نفس الوقت كنصور فنبارتاجي معاكم وهادو هما المكونات اللي غادا نستعمل في الداخل ديال هات الخبيزات عندي قطع ديال الطماطم شرائح ديال الجاج البصلحتين قطع شرائح رقيقة وعندي الخص وعندي الفرماج هاكا مربعات ديالساندويتجات وعندي المايوناز اختياري يعني ماشي بالضرورة تستعملوا مايوناز يمكن لكم استعملوا اي سوس انتم ما كتفضله ونضيف قطع ديال الخص او البصل او اللي يمكن لكم تبداو بالطماطم هي الاولى او اللي اذا كشي اللي كتفضله انا غدا ندير معاكم قاعد طرق باش شوفو وكي ما قلت لكم هاد الخبيزات را يمكن لكم تديروهم غير هاكا غير بالفرماج لوليدات او اللي تديروهم على شكل بحل الطوست هاكا تديرو في مغير القطع ديال الفرماج هاكا مربع وتديرو عليم هاكا الالة ديال البانيني او الصندويش وكا تجيزوينه وكيجو مهم هو الماداق انهم كيجو خفاف ووالداد وحاجة اللي كتكون صيبة على اليد ماشي هي بحل الحاجة ديال اللي كتشيرو من الزنقة اكيد حل من السيدة غير تقول انا علش غم بقى نصيف هاد الخبيزات ورام كينين فليس يبغ مغشي غير خاص انا معاك فالفكرارهم غير خاص ولكن الماداق كيختالف والحاجة ديال البيت ماشي هي الحاجة ديال الزنقة وحاولوا دائما انكم ديروا ما امكن انكم تعطونوا ليداتكم هاكا حوجات صحيين هاكا في البيت عارفة شنو كتديري فيهم ماشي بحل الخبز اللي كيكون يعني لمدة اشهر هو في البلاستيك وكمشو احنا نشريوه حتى انا كنشري ماشي ما كنشرييش وانما كنحاول نقلل اولا في البيت ديالي حتى كني كنصيب على لقد المقدور ما يمخصنين ديال شي حاجة باش الدمير ديالي ما يبقاش يأني ابني كنقول ما درش الولادي شي حاجة في الدار وقديت لو ما كنت الزنقة راكو عارفين راهم ماشي تاكلي غيب ايضا في الدار حسن حسن ما تاكلي ما نعرفش نو في الزنقة وراكو عارفين ثم المدار ديال اكل في الزنقة المهم البنات مازيش نطول عليكم هادو هما صندويتشات ديولي من بعد موجتهم كنتمنى انكم تجربوهم واذا جربتوهم خليوا لي فتعليقات راهم كيجي وغزالي نولداد وولادي دهم دراسة وعجبوهم وحتى صحابهم اللي كانوا معاهم عجبوهم شكل ديالهم وهاد الخبز هادا مني كتشوفيه ما كتحل في انك هكا مصايب فتر اللي شافوا يصحبوك غير شريتي كنتمنى انكم زيدوا الدعموني اكتر وما تنسونيش البنات من اللايكات ديالكم كنتمنى ان الفيديو يعجبكم والبنات اللي ما زال ما اشتركوش عندي في القناة كنقول لكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد واسلام عليكم